السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله مرة أخرى نعود لكم أنا والأستاذ ثامر السيار ونكمل لكم حديث انتهى حديث الفرجان الآن حديث آخر حياك الله أستاذ ثامر الله أحييك السلام باركة سيد ثامر إنت من الناس اللي متشعب الهوايات بس كل هذه كتابة سبحان الله نعم يعني أنت تكتب في التراث نعم تكتب من الوجات صحيح حتى القطاوي ما القطاوي اللي لقلت لها كتب صحيح يعني هي هوايات وايد نعم محنك في البلد نعم كلها محنك بس اللي يمكن ما يعرفون الناس أنك أنت ملحن ومؤلف أشهر من الوج في الكويت من سنين إلى الآن شي اللي يقشش نعم شين هي صرفت شي اللي يقشش الله سلم شي يقشت لعن بيتي أنا حبيت أصير صنباطي ايه اشتهيت اشتهيت ايه اصير صنباطي ابي صنباطي ايه واطلع واطلع ملحن عالمي ايه هذا النية عينية هذا النية الخطة النية مطية فكنت في القاهرة ساكن بالزمالك في شقة عجارها خمسين جنيه الحين بشمع الحين لا الحين لا عليك العصاب عليك العصاب الحين وبعدين كنت مع الأخ عبدالجراح علي المسلم الخير وياه في بالي اني اتعلم العود ايه فوصلت علي بعض البعار في المصر وياه بولي واحد فعلا اسمه 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 البياتي ايه هو اسم بياتي اسمه بياتي هو مقام بياتي هذا ايه يدرس عود ايه يدرس عود يعني وانا شايت عود علمني المقامات الرصد والشسبة والنحوان المهم دخلنا التفاصيل انا قلت لا بصير ما في كلام ما في كلام امعزم امعزم وبعدين طل امرك وانا دق دق يا في بالي شخصية تشبير بالسن ومعام ريت عاشت معاه سنين طويلة والحين بيطلقها بعد عمرها الطويل هذا ما يحتاج اسمه وركب راسه ايه وكان نقول شيري قشت لها عن بيتي اهي تقول لانا سويت يا بيالي قال صارش طويل عم تشذاب ايهي 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 بس كالك شي بيخلص ايه قال شنو قشي شنو قشي غير عبات يوس خلا قال هذا حتي ما يمشي عجيب وبعا يطلعت كلمة شي قشت لها عن بيتي سويت بيالي ولحنتها انا انت لحنتها تفاصيل كاملة للاغنية لما ييت هاي بشرة تاشتين ايه تاشتين لما ييت الكويت كان محمد لويس ايه الله يمسي بالخير ايه منطلق في عملية الغناء منوج ايه فانا ديته قلت لهذا الكلام ابي تغني لانك ما شاء الله عليك انت ايه مؤدي جيد في الخصوة منوج منوج ابي الحركة ويبي الارغاء كذلك ووافق وغنى من غنى البنوج هذا نجح هي قبول صار في قبول كثير عليه وما يزال الحد الان شي قشت لها عن بيتي انا سويت يا بيالي سنستويدا مننا ما سويت غيرها سويت عندي مجموعة الحيقة ايه وما الاسف انا عطيتها كنت ودي يطلع قدمت الاعلام بس الاعلام بعد ما صر له شي بس ارجو انت تشوفوا النور تقول لها خلو ليدي ريال من روح لتيه تنسقي ايه ايه قال هذا حد شي ما ينقال غير طيب ما يفيد فيه ايه قالت خلو ليدي ريال از اتر زيني عافيه جيب اذا الاغنية هذي كلها عن ادوية الشعبية على الادوية الشعبية شون لحنها ايه خلو ليدي ريال حق الطيب لا تودي دي دي اه هذه دي شلي الاخيرة دي دي هي الاساسية والله دي الاخيرة مرة ثانية مرة ثانية خلو ليدي يا ريال حق الطيب لا تودي دي صحي يضحك لا مصدقني يقول يقول لا يقول لا سخونة زادة شوفي شدي فتبا نخلي لي لي لحنة شدي عجيب والله تقول خلي وليدي يا ريال مرة وحلتيه ثانا سقي يقول لها حد شي ما ينقل يدي لازم خلي يا ريال وحلتيه ثانا سقي هي لحنة شدي عجيب والله خلي وليدي يا ريال ملت عشر تشافي فيه لحنة شدي لما تغنى تصير مضوع آخر مع الموسيقى هلو ليدي يا ريال حق طيب لا تودي دي سخونة زادة شوفي شدي بيتم نخلي لي عرشون وهكذا عشان خليشوف شي شان وطاليا عشان لتقل المهم وطاليا وين العزوج يمي وين العزوج ما شوفهم اليوم مول مول بعد هن بعث لي ما فيها زه لاشوال لا للا 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 لقد حدا شديد غرزة بسكة هناك يلعبون صادة ومصادة وهول عن الألعاب الشعبية عن الألعاب الشعبية جايب لهم خوش ألعاب فيهم جيش قايدهم مخبول قال ما يوطن هالعاب يحبون الدوام والبلبول إذن هاي الألعاب الشعبية بس الوقت عندك شيء عجيب هذا بس مع الأسف ما طلعوا لحد الآن لا إن شاء الله يطلعون لحنتم لا إن شاء الله يطلعون يا سباشة طقوا الباب يا يينش أحسن خطاب بعاد ما هم مقراب سكنين في جمرقاب عجيب يا سباشة طقوا الباب يا يينش أحسن خطاب بعاد ما هم مقراب سكنين في ريج المرقاب عجيب أبي وسيم وجذاب ماهو شاي بسكراب مزيون زين الشباب وفلوسة كيثر لتراب يا سباشة طقوا الباب عجيب 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 تكن لا حلو هذا توثيق توثيق بطريقة لا بس واي جميلة واي جميلة هاي إن شاء الله نجو إنها تشوفوا النور إن شاء الله إن شاء الله بس خلنا أسئلك أنا عن الكتب اللي كتبتها مالة غطاوي مالة الشي اسمه غطاوي غطاوي نعم غطاوي طبعا هذا صدارات عندي نعم أصوار شيصي غطاوي أه اه ايجا ما سلونا السوار في أخلى بالدول العربية يسمون غطاوي الغباية شينها ش يسمون غطاوي الغطاوي طبعا تسمى في مثلا الجزيرة العربية تسمى الفوازير والغباية في المغرب العربي أو الغاز في الجزء العربية يشع اسم الغباية وفي المغرب العربي يسمى الحتاية الكلام وهذه غطاية عمرك انت سوى كتب عليها ايه كتب هذه سويت لحد الآن 17 17 كتاب كلها حول التراث اسود باقيني مثلا هاي واحدة منهم اسود باقيني البنات لابسيني بالزري بزهليقيني سكبة وشزيني اسود باقيني البنات البنات لابسيني بالزري جهليقيني سكبة وشزيني هذا البخنك البخنكي انا قلت الثوب غريب غريب لا مغريب لا لا غريب على موحدة والله والذور ثاني لا على موحدة على موالوس لا 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 حقا لا حاجة لا حاجة على موالوس على موالوس على موالوس تستاهل تستاهل على شون فهذا مثلا لها اربع ريول او ريلين ايه يلقى اليحال بلعبة اليحال مفتونين كرة قدم يسوقونه بالسكة مستنسين ماشين راكضين مبسوطين لها اربع ريول او ريلين القاري 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 يعني القاري القاري لها اربع ريول في اسمه تلاحق ما لعكت انت ولا لعكت ما لعكت تاوي صيرون انت ما اسمه هذه طبعا الغطاوي اللي تمثل او تعني بمعناها الغديم فهي عدة عزاء كل جزء يحمل من الحين مثلا الجزء الاول من الف لمثلا كذا ولا مخلوطة مكتوب لا لا كل سنة كل سنة اصدرها احط في عطنا يلا قاطني خلنا شوف قاطني خلنا شوف انا قاعد ارمضان وقاعد ماكو شغل حلا شوف لا بطايا قلت انا مريلين مريلين ابي شي قلت انا مايبراسي لشي القلت اعم عواد احنا اتحنا مريلين ما عرفت اتحنا اشفاء انا اخونا 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 قاريهم لا شطارة 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 الله يسلمك شطارة ايه ازين اه وين اه المهم المهم ادولكوها صعبة عشان ايه اصحب ما عندك انا نجم ابيض اصلى نجم ابيض اصلى نجم ابيض اصلى قاطس بالبحر تحصلى هذي ما اكو طاسع على طاسع في البحر ركاسة ايه مو نفسها ايه شو انا ما لخليك تره يا مجاب عدل يا اسمع تعذرلي ما شلو اسمع اسمع مو هذي طاسع على طاسع بالبحر نجم ابيض اصلى ايه تعويه وتشكله ايه دابة تمشي عصلى هذي العوعو كل هذي عوعو ايه ايه كل هذي عوعو هذي عرفتها عرفت عرفت قربت 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 اقول انا عرفت يعني هذي طبعا كل المعنى الاغطاية ايه يأتي معناها بالشيء الغديم ايه اخضر شافوني ايه بالسوق وستروني ايه بالبيت ودوني احمر قلبوني الرقية انت عارفة بس انت عيار اسمع اخضر شافوني بالسوق وستروني الحنة ايه ايه ما شاء الله عليك ما شاء الله هذا 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 هذه شغلة ترتي والله جميلة يعني اللي تكتب شغلة منها النوع لنعص هذه اولا انت تقولك اغطاية كثقافة شعبية كانت سائد الماضي المفترض تستمر هالسوار ايه والله والله جميلة وانا حبيت بس احكي الغطاية كاغطاية كاثقافة شعبية كانت زمان شايعة طاسة على طاسة في البحر ركاسة ايه 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 طيرنطار في البحار رسالة يعني كثير من الغطاو الغديمة بهذا الاسلوب اللي هو الاسمه لكن انا بطريقة الشعر اسوي لغطاية وهاي تمثلها ولغطاية تمثل التراث يعني اشياء تعني فيها التراث عشان توصل انت للمقارئ اه وتعريفه في المطوق اشوف السوال معاك ما تم والمفروض المفروض انه يعني نعم هذا بس اذا ما عندك مانع نسوي معاك حلقة ثالثة في الموضوع هذا ايه تامر امر ايه نقولهم فما الله اياكم السعر مبارك وفي امال الله نرجع لكم ان شاء الله باشر انا استاذ تامر السيار انا بيدرب رسلي فما الله